أم طارق من الأردن تقول في الحديث حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعد أن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولة أني أحب الصلاة ما قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في ذلك وصلاتك في ذلك خير لك من صلاتك في مسجدك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجده قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي في حتى لقيت الله عز وجل رواه أحمد هل نقيس علي أن صلاة المرأة في حجرتها تفضل صلاة في المسجد النبوي وأن الركعة في حجرتها تعدل ركعة في المسجد النبوي وهي بألف ركعة أختي أم طارق بارك الله فيك وزادك الله علما وأفرح والله لما يكون من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يعني يبحثون في المسائل ويناقشون وينظرون في هذه الأشياء التي تهمهم في أمور دينهم ولله الحمد والمنى أختي الفاضل هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم بالنسبة لصلاة المرأة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي هل يعني تأخذ نفس من خاطبهم الله بالجماعة وبالجمعة هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنساء المدينة قال وصلاتهن في بيوتهن خير الله فالخيرية هنا تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي وحتى في مكة يعني إذا رأت أن تصلي الصلوات مثلا تشهد الصلوات ومسألة أجر الصلوات هذه يناله كل من صلى حتى ولو لم يخاط بوجوب الجماعة أو بوجوب الجمعة هذه مسألة محل بحث عند أهل العلم عموما لا شك ولا ريب بأن كلما ضيقت المرأة محل صلاتها في بيتها فهو أفضل عند الله